اطمئن انك ليك غد عظيم سيسمعه الرب معك في الايام القادمة اقول له يا رب اديني نعمة انا مصدق ان فيه مجب عظيم جايه أليس هذه النعمة الله عزيزي المشاهد قناة الطريق سعيدنا انتقي معا بنعمة الله في موضوع وضعه امامنا الروح القدس تحت برنامج الغد العظيم اتمنى ان هالده من كل قلبي ان ما تكونش مشكلة دي اخر المطاف في حياتك ولا يكون المرض ده هو اخر نهاية حياتك ولا تسمح الخسارة ان تكون هي نهاية حياتك لكن فيه اله يستطيع ان يرد كل شيء زي ما قال يعقوب الكلام الشديد يوسف مفقود شمعون مفقود وكمان عاوزين تفقدوا باليمين ليه انتم عاوزين تنزلوا شيبة بحزن شوف اللي بيقولوا انتم عاوزين تودوني للموت حزن ليه لا يا يعقوب هذا فكر خاطئ بحربك به الشيطان وبحرب كل المستمعين ان النهاية هي حزن ابدا لا يوسف مفقود ولا شمعون مفقود ولا نهايتك حزن لكن نهايتك هتبقى في ارض مصر تتقابل مع فرعون ايها الراعي البسيط وتبارك فرعون وتعيش في اكبر دسم ارض التي تعطي غلة غير عادية ارض جسان في اعظم اراضي مصر وتتمتع بالخير مع يوسف وسيصنع لك دفنة لم تحدث لاحد في التاريخ عزيزي المشاهد انا النهاية ده نفسي انك تحط في قلبك ان دي مش نهاية المشكلة اللي عندك العيش فيها مع ولدك او مع بنتك مش دي النهاية ده في تغيير وتحويل الله سيحوله لمجد غير عادي في انجلموركوس اصحاح اتنين في شخص مفلوش تماما يعني مشلول تماما ولاحظ الشلل في الايام اللي احنا بنعيش فيها دي ما حاش عارف له حال وانما يكون الشلل يعني كامل مفلوش كامل مستحيل انه ممكن يقوم لكن الناس دولا سمعوا ان يسوع في بيت اقول لي يسوع دخل كفر نحوه دخل عادي يسوع دخل عادي دخل كفر نحوه وبعد ايام سمع لما خانم يروح خدمة في بلد يعملوله اعلانات وممكن لو فيه اذاعة يبلغ عنها ويعملوله دبلاجات كتيرة من من الاعلانات ومن الصور يعملوله نقضة كبيرة قوي لكن يسوع دخل كفر نحوه بعد ايام يعني مبيش واحد نادى قدامه يسوع جاي مبيش واحد بلغ دخل بيت عادي كان طبيعي جدا امه واسكت اسكت ايه مش يسوع في بيتنا مش يسوع في بيتنا يسوع يسوع بتاع المعجزات يسوع المسيح قال له عندك في البيت قال له عندي قال له اوه المشاكل اللي عندنا واحنا طرحانين وخدنا قلص وخدنا الشفاء والربخ احنا متمتعين البقهال ما كذبش كلام كل واحد جاي له يسوع عند فلان يسوع عند فلان او فوجوقه ان البيت امتلى بالناس لما امتلى بالناس من ضمن الناس اللي سمعوا وخبروا بعضيهم الراجل ده اللي منها مفلوش بمشلول كامل اهلوا سمعوا انه يسوع موجود في البيت عند الراجل ده فاخدوه ومكذبوش كلام وراحوا لقوا الباب مليان لقى الناس مالية البيت مالية ما حاش قادروا خوش طب يعملوا طب احنا رحنا ومالقناش حال الناس مالية المكان لكن اصروا هؤلاء الناس رغم الناس المتزحمة والباب مش قادرين نفخل منه ولا الشبات لكن مصرين نجابل يسوع انت مصر تلتقي بيسوع ستنال معجزة من يسوع ستنال تعظيم ايمانك الله ينظر الى ايمانك ويستجيب لاحتياجك مش موضوع انك انت رحت الكنيزة انا ده بينات مش عاودة تطلع تتحرك من بيت هتروع الكنيزة تعبانا نهاردة انا بردان انا يعني جاي من الشغل لكن الناس دول واخدين ومريض معاهم شايلين واربع حملينه ومصرين نتقابل مع يسوع احنا عاودين نقابلهم لكن الناس متزعمة ناس كتير بالكنيزة متزاحمة حوالين يسوع او ناس مسؤولين ما خليش الناس جادين يقابلوا الرب من زحمتهم من طريقة تطلبهم لا اقبل زحمة عدد لا ده يمكن الناس عاودة تيجر ربينا لكن شايف لا ناس اعمالها قبل السكة الزحمة دية اللي يقول كتاب المقدس لما كان يا زواء في البيت كان كتب في الرسيل موجودين من جوه وناس متفرجين وعدد كبير من الناس منعين الناس اللي محتاجة حاجة تاخد تب يا عم يدخلونا ده احنا عندنا وقت بيموت ما حاش عاوز يدخل ده احنا عندنا مفلود لو سمعت يا عم لا مش عاوزه ما انا مش هتحرك وكل واحد افعل مخ خلاف ده منكبر نعمه تقريبا زينا كده زي صعيد يجاه في المخ مش هدخل حد طيب انتو مش عاوزين تدخلونا طيب يا الله بنا نروح قالوا لا مش هنروح قد الراجل يعني لح تنموت في الزحمة دي قال لا لا احنا راحين ولما جو فكروا برا وحنا اكيد تلعوا بيت من الجيران وراحوا تلعوا على البيت ندلوا على البيت اللي فيه يسوع ورقوا نقب السقف رفعوا يسوع قاعد نسح ببتقى من السقف ببتدي يعني هو ويبقى يعني واربع رجال مسكين واحد مفلوش وراح منزلينه قدام يقول ونظر اليهم يسوع يا سلام يا رب النهار ده ينظر اليك رب النهار مبارك اسمك كشب السقف حيث كان وبعد ما نقب ابو السقف دل المفلوش فلما رأى يسوع ايمانهم رأى الله قوة بيجايف فيهم الناس دولا مش ايه نوعيتهم الناس ايه شكلهم ايه سنهم ايه موقفهم لكن نظر اليهم نظر الى ايمانهم الله ييجي بالكنيسة يتخنق ويتنطط ويعمل كلام كبير ويعمل دوشة بالكنيسة ويتخنق مع الاسيس ويعمل ليه وضع اوه ازادل مالوش وضع خالص بالدنيا ناك ناك بالكنيسة جاية تاخد مراكز ناك جاية بالكنيسة بتدخنك عشان توعز ناك كتير جاية بالكنيسة عشان ترنم في ناك جاية كتير عشان ترنم لكن ان عرض الله مش ينظر لوعزك ولا ينظر الى ترنمك ولا تنغمك ولا حلاية صوتك ولا ضربة عودك ولا ضربة الارجك ولا طريقة ترئيسك بالترنم لا لا كله دي شي جميل انك تذبح الرب وتعظم الرب انا مش ضده لكن عاود اقول الله نظر الى ايمانهم عشان عاوز معجزة عشان عاوز خدمة عاوز غد عظيم في حاجة النهار ده ونظر الرب مش للرجال اللي منزلين الرجل ده ولا للسكف اللي اتشال لكن نظر الى ايمانهم قال الرب اللي الي يبقى يوم من الايام لما قال انا وحدي قال له لا يا الي انت مش واحد هناك سبعة الاف كل الركب لم تكسو بعد لبعد الناس تعد حضرين بالاجتماع خمس تلاف عشر تلاف احنا 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 كنا عاملين نقض حضر بها عشرين الف كله ده عند ربينا مش هو المقياس الله يقيس الناس بالركب سبعة الاف ركبة يعني طبعا كله رجب بتاز بيعد الله الناس بالناس اللي ساجدة للرب اللي دي علاقة بسجود الله بيعد ان اردا مش ببص للجموع اللي حوالين هو وقاعد كانوا الكذب والفرسين بيسمعوه وينتقدوه انيسمع بباقي القصة لكن هنا فيز اربع رجال مش موجودين في المشهد مش قادرين يدخلوا مش قادرين يوصلوا مش قادرين يدخلوا بوه البيت لكن من بره من بره المكان اللي قاعد فيها نزلينه مبلوج نازل قدامه مشلول تمامه فنظر الرب الى ايمانهم حباقي من فضلك انت ودخل الكنيسة مش هينظر الى بدلتك اللي نازل جاي بيها ما كان تمنها ولا عربيتك اللي سندها بره الكنيسة عشان تفرج عليها الناس ولا الله مش منظر اليك عشان انت رجل الاعمال اللي جاي ناس تقابل معاك علشان يعني تدي لها كارت او لك وضع لا الله ان اردى مركز عاوز تشوف الناس تشوف حاجات كتيرة لكن يا الله ان اردى يسوء لو كل ما ينظر الى ايمانك علشان يعمل معاك معجزة مش هيعمل معاك معجزة ده بسيه تملك ايه مركزك بالكنيسة الشيخ او انك انت اسيس او انت يعني رئيس بايفا قال انت يحق انت ايه بالزبط هو ده ونظر الى ايمانهم هللويا ونظر الى ايمانهم هو ده اللي بيسح اليه رب فلما رأى هؤلاء الناس نظر الى ايمانهم وقال للمبلوش انا فيه اصعب من كده مش موضوع يا ابني شفاك لكن النقاردة انا بديك امنحك عطية هي عظيمة جدا مغفورة لخطيات اكتر من الشفا اكتر منك تتحرك اعظم انك تتحمل سيرك وتمشي مغفورة لك خطيات طبعا الناس اللي قعدة بتسمع دولة من الكتب والفريسين اللي جاعدين قالوا جواهم كده من هذا الذي يغفر الخطيات قصة دي وردت في انجيل مرقص اتنين من عدد واحد لعدد اتناشر وجات برضو في اللوقة خمسة سبتاشر عدد سبتاشر لعدد ستة وعشرين اتكررت الناس دولة قاعدين ما نازم الذي يقبر الخطايا هو اللي بيقبر الخطايا قير الله وعلى فكرة بالمناسبة فيش حد يقدر يغفر خطايا غير الله فيش حد يديلك غفران خطايا غير الله ما فيش حد يحلك من خطايا غير الله او واحد لا كلمة ربنا بتورينا بيتقول كده بيقول كده مغفورة لك خطايا وكان قوم من الكتب هناك جالسين يفكرون في قلوبهم لماذا يتكلم هذا هكذا بتجديب من يقدر ان يكبر خطايا الا الله وحده شوف الكلام كلام لمعنى ياخ افهم بقى يا اخ افهم بقى يا شيخ ايه بقى امدى لغاية امدى يضحك عليك لغاية امدى انك يعني تجري ورا الناس الى امدى بتفكر تفكير خاطر الى امدى وانا عقلك ما يتفتحش في الخارن العشرين ولزة بتفكر اني عندي الانسان عنده غفران افادنا شوف الكلام الجميل اللي قاله رب من يقدر يقدر الخطايا الا الله وحده فللوقت شعر يسوع بروح النوم يفكرون هكذا في انقودهم قالهم لماذا تفكرون في قلوبكم ايما ايسر اسهل ان هو اني مكبورة لك خطيات ولا قم واحمل سريرك واذب الرب له كل المجد قال للمكلوس قم مفلوش مشلول قم اهو ما انا ازاي ازاي قم يا رب النهار ده بنعمتك اعلانك لينا النهار ده الناس وعى في خطياتها ومفلوجة والخطيات دهكتها وتشلت تماما واصبح في حالة من البعد عنك قل كلمة للمفلوج قم قل للمريض اللي موجود النهار ده قم تقدر تقوم من على السرير قم صدقني صدق ان الله النهار ده يديك شفا قم قد الوعد ده قد الكلام ده اللي قال لك الرب قم فاذا بالمبلو يقوم هللويا قم وعمل سريرك وامشي لك كل المجد نحن في غد عظيم نحن في مجد لا حدودة لهم نحن عيوننا ترى من مجد المجد مبارك اسمك يا رب الراجل اللي نازل بحبال ومنزلونه وما بلوش قدام ياسون اجمل حاجة عملوها الاربع رجال بيت كبير فيه قوة فيه يعني يعني مش بيوت صغيرة زي زي شقة الزمان اللي احنا فيها دي صعبة بسبب السكن والتعداد السكان لا ده النتجة بتأمل بيوت كبيرة قوي فطبعا لما طلعوا فوق السقف الناس دولا طلعوا كده قالوا القوضة دي ما خدوا حد من البيت اكيد او عربونا ياسوع قاعد فين قالوا هو قاعد بالقوضة اللي جوه الواسعة دي عندنا في الصعيد نسميها المجاد يعني او يعني قط المعيشة الكبيرة دي طب وبعدين قالوا في القوضة دي طب القوضة دي اللي احنا كان جاعد يحن اللي قاعد لا لا سيبك طب القوضة دي القاعد بها بوتوس لا 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 مش عاوني بوتوس مش عاوني طب القوضة دي موجود في يا اوزة جاعد من القوضة اللي هناك دي جاعد لا سيبك منه دي خالص سيبك منه خالص ده طب مين قالوا هو في الحتة دي قاعد وشوية كتب وبرسين حوالي قاعدين قالوا ياسوع عدين قالوا افتح يا بنفتح افتح ركز على ياسوع ركز عليه ودي له المريض حطه قدامه هو بس هو دي اللي هو اللي عنده الحل لما دخلوا البيت من فوق في الدور التاني او نقب السفر ركزوا تماما ركزوا تماما على المسيح انا عوض اقول لك اذا ركز على ياسوع في الكنيسة هتنال معجزة غير عادي اذا ركز على شخص ربنا ياسوع المسيح نبسو هتنال معجزة لكن اذا ركز على الناس وعلى البشر وعلى الجماعات مش هتاخد حاجة فلما ركزوا رضعوا السك وشلوه وكانت النتيجة ان الرجل جاء قدام المسيح بغفورة لك خطيات عشان تبكروا في دواخلكم وتقولوا ان مين هو دا اللي عشان تعرفوا لان الابن الانسان سلطانا عن يكبر الخطايا قم وعمل سريرك وامشي دا عشان يحمل سرير دا يحمل ازاي يمشي ازاي يطلع ازاي دا اربع رجال ما ادروشي خلي بالك يدخلوا بيه ازاي هو وواحده يطلع منهم ويحمل ومشي يطلع على بيتهم ازاي دا قوة اربع رجال ما ادروشي دخلوه طبعا لما يبقى فيه معجزة تحدث الناس تتزحم اكتر وتبقى تزحم اكتر لكن الراجل لما الرب قال له وعطاله 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 قم احمل سريك راح شايل سريك وحطه على كذبه وطلع رغم دموع دفعها وخرج الناس اللي قاعدين فيه يستقبلوه من الشارع من الجاب من الجاب دا يجلو ايه دي عام ايه القوة دي ايه القوة اللي جاتلك دا احنا اربع رجالة ما قدرناش ندخلك ازاي انت طلعت من الزحمة دي قوة الهية حلت علي يا رب انا اؤمن اني مع بعض المرض الشديد اللي فيه ما عادش فيه حركة في حياتنا المشلول دا لا صابع يتحرك ولا رجلة تتحرك غير عنين مفتوحة ومعدة متحركة بس كل بيان توقف كل اعصابه توقفت كل حركاته توقف كل جاي نايم على السرير مفلوش اطمن اطمئن ان الرب له كل المجد هيحرك كل الامور اللي وقفت في حياتك ويعطيها حركة من جديد كل جزء توقف في جسدك هيحرك الرب كل ظروف توقفت يحركها الرب بس الكلمة منه هو كلمة انت عليك حاجة واحدة تقدر تجيله ميت قدامه وتميت ميت قدامه ميت قدامه قاله لكن تحاول انت تعمل انت تسوي انت لا لا يا عمي ده احنا جاي بنو لك خلصان خلصان احنا جاي يا رب انا جاي ان اردى قدامك خلصان ما عنديش نفس انا جخصيا متحطمت تماما انا جخصيا يا رب كل اموري ومحاولاتي فيكنيس دي مش قادر تعمل شي نعم بنعمة الله ستسمع كلمة من ربنا النهار ده كم احمل سريرك ومشي سوف يحدث شيئا عجيبا وهزة لا حدود لها امن الله يتعامل معك بمجد وتصبح نهايتك مجد لا حدود لها نعم انه اؤمن بذلك وانت تصدق كلمة ربي انا كل اللي ما اقدمته ليس هناك كلام من عندي ولا فكري لكنه فكر كلمة الرب الرب بذات النقر ده سيعلن لك مجد لا حدود لها حبائي الشيطان قالك الدنيا كل حاجة انتهت الم تقل كما قالت مرسى يا سيد قد انت خلصت ابني هذا يلقي الشيطان في مية في الماء ومرة في الناس اعملي اعملي كل شيء مستطاع بس تعالى وانت بحالتك ايمانك في مين ايمانك انك انت بذاتك ما انت عملت محاولاتك قبل كده وانت وروحت لدكاترة كتير زي منذبة انطقت كل ما عندها وصارت الى اردى لكن الناس ده انا جاي يا رب وبقولك ما عندي ثقة في الطب ما عندي ثقة بالناس ما عندي ثقة بالامكانيات انا جاي ثقة فيك النهار ده في كل ظروف يا رب اللي اتحطمت لكل يا رب ان الفشل اللي حل على حياتي انا جاي النهار ده والرب هيعطي خلي بالك اربع رجال مش قادرين يطلعوا ايدخلوا الرجل جوه البيت علشان يوصلوا بيلي يسوع الراجل ده وحده شال السرير وطلع يعني الرجال الاربع ما يدولش هو خد قوة اربعين راجل وكأن الرب يقولك يا مبلود يا تعبان يا فاشل الله سيمنحك قوة اضعاف ما كنت عليه من زمان يمنحك الرب مجد لا حدود له سيستخدمك الرب استخدامات تاريخية سيتحدث ان قصتك سيسمعك كل الناس وعلاك من خلال التلفزيون عن طريق كانت الطريق هيسمعه انك حملت سريرك ومشيت اخذت قوة غير عادية الله الله سيمنحك مجد ما لقش حدود ومضاعف صدقني 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 ربنا هيأمل حاجات عجيبة اكتر ما تخيلتها انا جد بيقوم وخلاص يمش ويطلع لا قوم احمل سريرك واخرج وقت هذا التزعم الشديد لاني انا منعتك تعويض بل اضعاب الفشل اللي انت عمجلته اضعاب الخسارة هتأتي مجدا للرب اضعاب الظروف الصعبة الرب هيأعطي وسع غير عادي اضعاب المشكلة ومشكلتها الله سيزنع عمل غير عادي هذا هو ايمان هذا هو الهنا سمع في بيت وهو اليوم في بيتك وفي كنيستك امين اطمئن انك ليك غد عظيم سيسمع الرب معك في ايام القادمة عادي لقل اطمئن من اطمئن مرحب الامر اطمئن أليس هذية نعمة الله